موسيقى مشاهدين الكرام أسعد الله وقاتكم بكل خير وأهلا بكم في موضوع اليوم ترأس الملك محمد السادس أمس بالقصر الملكي بالرباط اجتماع عمل خصص لتفعيل البرنامج لاستعجال لإعادة إيواء المتضررين والتكفل أيضا بالفئات الأكثر تضررا من هذا الزلزال ويهم هذا البرنامج إعادة الإيواء لنحو 50 ألف مسكن انهارت كليا أو جزئيا على مستوى الأقاريم الخمسة المتضررة ويشمل البرنامج من جهة أخرى مبادرات استعجالية للإيواء المؤقت وخصوصا من خلال صيغ إيواء ملائمة في عين المكان في بنيات مقاومة للبرد ولدطرابات جوية أو في فضاءات استقبال مهيئة وتتوفر على كل المرافق الضرورية من جهة أخرى ستمنح الدولة مساعدة استعجالية بقيمة 30 ألف درهم للأسر المعنية ويتمثل البرنامج من جهة أخرى في اتخاذ مبادرات فورية لإعادة الإعمار تتم بعد عمليات قبلية للخبرة وأشغال التهيئة وتثبيت الأراضي من المقرر لهذا الغرض تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا وخلال هذا الاجتماع أعطى العهل المغربي تعليماته قصد إحصاء الأطفال اليتامة الذين فقدوا أسرهم وأضحوا بدون موارد خلال هذه الكارثة ومنحهم صفة مكفولي الأمة لتحليل ومتابعة هذه الإجراءات وتطور الوضع ميدانيا يسرنا يكون معنا من جماعة مجرات إقليم شيشاوة موفد ميديان تيفي محمد الشنتوف وأيضا سينضم إلينا من دوار الرياض بقيادة تمالكت بتارودانت الزميل أنوار لكحل وسيكون معنا أيضا الأستاذ دكتور سعيد الخمسي رئيس مؤسسة مغرب الجهات وسيكون معنا أيضا الدكتور أحمد الخطابي الباحث في التاريخ والتراث ومدير فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بتارودانت وسينضم إلينا لاحقا أيضا الأستاذ محمد جدري المحلل الاقتصادي أهلا بكم مشاهدين الكرام نبدأ مع محمد الشنتوف من جماعة مجرات بإقليم شيشاوة محمد الشنتوف مرحبا بك لا شك أن هناك عدة فرق تشتغل تصل الليل بالنهار وهناك أيضا تركيز على تتبع التبعات النفسية للصدمة التي خلفتها الهزة الزلزالية وتداعياتها المدمرة كيف تعمل خلايا التتبع والدعم النفسي هناك تحية طيبة زكري الكريم محمد برويس تحية طيبة لمشاهدين الكرام كما ذكرت في سؤالك هناك جنوب آخر مهم جدا في عملية تتبع حالات المصابين وهو الجانب المرتبط بما هو نفسي واجتماعي كذلك الحالة النفسية بطبيعة الحال لنظير الحدث الجلال لطبيعة الحالة الحالة النفسية هي حالة سيئة كذلك نتحدث عن حالة الأطفال وحالة النسوة إلى غير ذلك وبالتالي فالدعم النفسي مهم جدا ولذلك فكلية علوم التربية بمدينة الرباط يعني أفادت خلية إلى هنا بمدينة الرباط وهذه الخلية مكونة من أساتذة علم النفس بمختلف تخصصاتهم من نفس الاجتماعي الكلينيكي التربوي وغير ذلك والحديث أكثر بطبيعة الحال حول الموضوع كما يمكن أن نتابع كذلك في الصورة الحديث بطبيعة الحال يكون هناك حديث ما بين الناس والأساتذة محاولة تفريغ على الأقل في البداية محاولة تفريغ على الأقل في البداية وبعد ذلك يعني يمرون لاستعمال تقنيات أخرى وللحديث أكثر زميلي محمد حول الموضوع يحضر معي حمزة شينبو أستاذ علم النفس الكلينيكي ومنسق خلية الدعم النفسي بكلية علوم التربية بالرباط أستاذ حمزة أهلا وسهلا بك في قناة ميديان تيفي مرحبا بك أستاذ محمد وفرصة سعيدة أننا نتلقى في هذه المنطقة من أجل تقديم هذه الخدمات الإنسانية الموجهة للعموم المواطنين في هذه المنطقة بداية قبل أن أتحدث لك عن برنامج العمل الذي سطرتمه في هذه المنطقة منطقة شيشاوة أخبرني قليلا عن الأجواء في المناطق الأخرى التي ذهبتم لها نعم بالنسبة لمناطق الأخرى التي زرناها منذ أربعة أيام زرنا مناطق أسني مناطق ممخيمات أيضا إمليل وتقاديرت وقمنا بتقديم مجموعة من الخدمات الدعم النفسي موجهة للأطفال وحقيقة كانت هناك آثار نفسية واضحة على الأطفال حيث أنهم غير متواجدين في المدارس أيضا بيوتهم قد هدمت وقد فقدوا بعض أهالهم ولاحظنا بأن هناك آثار كبيرة على مستوى فقدام نطق لدى بعض الأطفال أو التبول لإرادة أو الكوابس وما إلى ذلك لذلك عملنا متواصل من أجل تقديم هذه الخدمات المتعددة تخصوصا نعم هنا في منطقة شيشاوة ما هو برنامج العمل؟ في منطقة شيشاوة هو أننا توجهنا إلى جماعة مجرات ثم سنتوجه إلى أدسيل حيث سنقدم هناك ورشات للأطفال المتواجدين من المخيمات لدعمهم نفسيا ومساعدهم على التفريغ العاطفي والتفريغ الإنفعالي لمختلف التأثيرات والصعوبات التي وجهوا والتي عاشوها خلال الأزمة لذلك سيكون برنامجنا هو مجموعة من حصص الموجهة للأطفال ثم للراشدين أيضا حيث أننا نعقد جلسات فرضية أيضا من خلالها يتم مساعدة الأشخاص على تجاوز آثار الصدمة من فقدان النوم وعسر الولوج إلى النوم أيضا ثم فقدان الشهية ما إلى ذلك إذن هناك صعوبات كثيرة ما الذي يمكن أن نقوله هو أن الجانب النفسي يعني يسبب مشاكل أخرى لا علاقة لها بما هو نفسي هذا ما تقصد كيف؟ يعني الجانب النفسي الآثار النفسية يمكن أن تسبب آثار أخرى لا علاقة لها بما هو نفسي يعني آثار أحد في الواقع فقدنا الصوت من المصدر شكرا لك محمد الشنطوف من جماعة مجرات بإقليم شيشا ولا شك أنه سنعود إليك في سياح تغطيتنا الخاصة التي تقوم بها ميديا أنتفيري تداعيات الزلزال والتدابير المتخذة لمواجهتها أن نذهب مباشرة إلى أقليم ترودانت مع أنوار لكحل من دوار الرياض بقيادة تمالوكت من تمالوكت أنوار لكحل كيف تتقدم عمليات الإغاثة لديك وما هي انشغالة الساكنة في هذه المرحلة؟ نعم برويس عملية الإغاثة تتقدم بشكل كبير ومتواصل وملحوظ هذا الدوار المسمى دوار الرياض بقيادة تمالوكت بإقليم ترودانت هو من أكبر الضواوير التي تضررت حيث انهار سقف خمسين منزلا بالكامل كما تعرضت بعض المباني الأخرى لشقوق وتهالك جراء الضربة القوية للزلزال الذي عرفه الإقليم قرابة الأسبوع تقريبا برويس كما تشاهد الآن هناك هذا العمود الذي هو كذلك آيل للسقوط والذي خلف انقطاعا في الكهرباء كذلك هناك انقطاع في الماء الصالح للشرب تشاهد كذلك المسجد الذي انهار جزئيا أو صومعت المجزد التي انهارت بالكامل مخلفات هذا الزلزال العمليات متواصلة من أجل التخلص من هذه المخلفات السلطات قامت بإيواء السكان تقريبا عندما نتحدث عن انهيار خمسين منزلا فهذا لا يعني خمسين أسرة بل يعني مئة وسبع كانون الكانون هنا يقصد به رب الأسرة أي أن هناك مئة وسبع أسرة تحتاج إلى مساعدات عاجلة ومستعجلة من حيث الأفرشة من حيث الأغطية من حيث الخيام ومن حيث المواد الغذائية ربما هذا الضوار من الضواوير التي نسيت أو لم يكن هناك السلطات قامت بنصب خيمة كبيرة للسكان كما قامت بتزويدهم بسهريج ماء صالح للشرب لكن هذا ليس كافيا عندما نتحدث عن انقطاع الكهرباء وان انقطاع الماء فهذه أزمة أخرى تنضف إلى باقي الأزمات التي خلفها الزلزال الآن سكان هذا الضوار تقبلوا بعميق الارتياح بلاغ الدوان الملكي لكن يتسألون بصوت مرتفع متى سيتم تفعيل هذه الإجراءات عبر أي جدول زمني وكيف سيتم أجراءتها على أرض الواقع برويس طيب هم أيضا لربما هناك هذا التقاطع أيضا في توجيهات العاهل المغربية الملك محمد السادس لسلطات أن تكون عملية التدخل قوية وسريعة وأيضا بإنصات للساكنة كذلك الأمر الساكنة تتطلع إلى أن تكون التدخلات وأجرأت التدابير التي توخذت بسرعة الأمر كذلك نعم هذا الآن ما يجول في خاطر السكان وهناك أسئلة كثيرة كذلك تتناسل في مجالسهم ماذا سيعود الأطفال والتلاميذ إلى المدارس المستشفيات الميدانية بعيدة جدا من هنا ربما هذا الضوار ظلم من حيث توزيع المواد الغدائية هناك عدم تكافؤ في التوزيع ضواوير حققت فائضا من المساعدات وضواوير أخرى ربما كان هناك بعض الحيف في حقها ربما لوعورة التدريس أو لكونها بعيدة جدا عن المراكز أو بعيدة عن الطرق المسالك التي تؤدي إلى الضواوير التي كانت أكثر ضررا من الزلزال هناك أسئلة واقعية وبسيطة ومباشرة ماذا سيعود التلاميذ إلى المدارس هل سيكون هناك مستشفى ميداني قريب دائم ربما يواكب فصل الشتاء ماذا ستبدأ عملية إعادة البناء كيف سيكون شكل إيواء هل هو دائم أم مؤقت وماذا ستصرف المساعدات المالية المباشرة لهذه السؤال السكان ليباشروا أنشطتهم اليومية من فلاحة وصناعة وأشغال أخرى تعرفوا توقفا بفعل الضربة القوية لهذا الزلزال شكرا لك أنوار لكحل من دوار الرياض بقيادة تمالوكت بتارودان شكرا لك على كل هذه التوضيحات وأيضا ما نقلتها وأيضا من انشغالات وأسئلة تراود السكان في هذه المرحلة التي يستبشرون فيها خيرا بالتدابير التي وردت أيضا فيه بعد اجتماع العمل الذي خصص لتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل أيضا بالفئات الأكثر تضررا من هذا الزلزال نذهب إلى سعيد الخمسي مع رئيس مؤسسة مغرب الجهات سعيد الخمسي شكرا لانضمامك إلينا بداية تابعت التدابير التي وردت في بلاغ الدوان الملكي بعقب اجتماع العمل الذي خصص لتفعيل هذا البرنامج وفي الواقع جاءت بعد أقل عمليا أقل من أسبوع على الهزة الزلزالية الرئيسية بسبع درجات وبعد تقدم كبير جدا لأعمال الإغاثة والإنقاذ ما هي النقاط القوية التي وردت في هذه التدابير برأيك نعم مرحبا سلم حمد مرحبا لمشاهدات ومشاهدين جميدي عن تذين أعتقد بأن نقاط القوة في بلاغ الدوان الملكي على إطر الاجتماع لجنة الملك مع المجنة الوزالية المصغرة فيها أولا هو تفعيل للمفهوم الجدية لندبه جلالة الملك يعني يكون جلالة الملك هو أول المفاعلين لما جاء في خطاب العرش للجدية والفعالية الأمر الأول الأمر الثاني هو فيه نقطة كثيرة جدا يعني يمكن تقرأ الزاوية الاقتصادية النفسية التقافية يعني عدة زوايا أعتقد بأن الأمر الأول أن سرعة ديالاتي هذه الإجراءات العملية الإجرائية ونحن نرجع العملية للأسئلة التي تضر في الدهن ديال الساكنة المتضررة والرأي العام سفة عامة اللي هو متى أعتقد أن أولى الأشياء إذا كان يعني حجم الآلم حجم الضرار حجم الحزن العام لتأم المملكة يعني ترى فيه واحد لانفراج كبير للناس اللي بعادين على المنطقة فما بالوكاء بالناس اللي يعني يعني في قلب النكبة هؤلاء يعني واحد إحساس عام بالانفراج لأنه ما يسمع واحد على الأقل لسنة واحد لألفين وخمسمية درام في الشهر أن إعادة البناء ديال الدور المهدمة يعني الإجراءات اللي تم اتخاذها واحد الجانب النفسي والجانب النفسي في الأزمات هو المركز وهو المستهدف في الأساس لأنه في كل الأزمات كما يعلمه الخاص والعام إلى بقت نفسية والمورال طالع يعني كنت نتسر إلى نهار الجانب النفسي نهار كل شيء أعتقد أن الأبعاد الأبعاد ديال ديال المجال في البلاغ الملك فيها أبعاد تهم الساكنة فيها أبعاد تهم الاقتصاد وطني وفيها أبعاد تهم مفهوم الأمة المغربية بصفة عامة لهذا بالأمس كنت نقول بأنه إذا كان مشروع مارشال في أوروبا بعد الحرب العالمية التانية هو اللي كان حافظ الاقتصادي والنفسي والمادي إعادة بناء أوروبا فأعتقد أن مشروع محمد ساديس في المناطق من كوبا فيه نفس الأركان ونفس الأبعاد فيه البعد النفسي فيه بعد الإشارات اللي طرحت خلال من الأمس اليوم المؤسسات والتبرع جلالة الماليك وبعد المؤسسات الانطلقات والتبرع كل هذه الإشارات يعني في الماكرو فتعطينا أننا أخرجنا من المرحلة الأولى للأزمة إلى المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الأولى هي الإنقاذ الدفن يعني إنقاذ ما يمكن أن ينقاذه هذا الخروش كان سريعا بفعل أيضا لنقول التعبئة التي قادها العاهل المغربية الملك محمد السادس منذ اللحظات الأولى لهذه الواقعة الزلزالية المدمرة لأنه في غضون أسبوع وفي استحضار أيضا تداريس الوعرة والانقطاع الطرقات والانهيارات الصخرية المتتالية ولا تزال في الواقع مستمرة في بعض المناطق بحكم الهزات الارتدادية وأشياء من هذا القبيل الجهد الذي بدلته أيضا القوات المسلحة الملكية بأوامر العاهل المغربي من أجل الانتشار اللوجيستي سريعا كيف تقيم كل ذلك في ظرف أسبوع الذي حدث في محمد بدون مشي لغة كما تقول لغة الشعراء هو معجزة مغربية بحق لأن الهبة الملكية والشعبية التي الإحداثات تحكس أهم يعني كاننا في محاربة أهم خطر كان يواجهنا هو عامل الزمن لأن في أسبوع يمكن يمتلك الناس خلال غير بالعطش يمكن يمتلك الناس بالجوع يمكن يمتلك بالتالي ما حدث في المغرب يعني هو إحنا الآن مزانية تحت ضمعه ولكن لما تكون مسافة زمن ما حدث أنا مأكد بأن نتخيحير في هذه الأحفاد لأن عامل الزمن كان أساسي التدخل والعمل والعمل اللي قم به وسائل الإعلام كان أساسي بتوجيه العمليات ديال الإغاثة العمليات ديال توزيع المساعدات العمليات ديال توزيع المواطنات والمواطنين يعني بعت هذا النوع المساعدات ماشي هذا النوع كل هذه العمليات ترات واحد غرفة عمليات إصحة تعبير فيها الشعب كامل كنا أمام غرفة عمليات يعني فيها 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 المغربة كاملين هذا الأمر الأول الأمر الثاني هو أن الإجراءات اللي تم اتخاذها هي إجراءات كمية لأن الأرقام يعني كان البلاغي يتكلم على أنه سيتم وإعادة الإيواء وزيتم وزيتم هي إجراءات عملية التنزيل فيها سيكون فيه ربعادي الأشياء بعدها شرطولها بعدها شرطولها سيمو حميد في التقديم وكينة في البلاغ السرعة الدقة المشؤولية هذا الذي أردت أن أسألك عنه دكتور سعيد الخمسي تحديدا يبدو وعلك لربما تزكي ما أقول أو على الأقل تتفاعل معه يبدو أن العاهل المغربي الملك محمد السادس من خلال أيضا التوجيهات التي وردت في هذا البلاغ يحافظ على نفس الزخم من التسريع لجهود مواجهة الكارثة الطبيعية حيث أنه توجيهاته مرة أخرى كانت تؤكد على الاستجابة أن تكون وهذه شروط شروط العاهل المغربي في الاستجابة الاستجابة أن تكون قوية وأن تكون سريعة وأن تكون استباقية مع احترام كرامة الساكنة وعادات الساكنة وأعراف الساكنة وتراث الساكنة في منظور وتيرة الاشتغال في المرحلة المقبلة سي محمد هذا بالأخرى اللي سأتي بها اللي هي احترام الكرامة الآن نحن نتحدث على منطقة لها خصوصيات تاريخية وتقافية كبيرة يعني من بين ما سقط مسجد تن مل العمر دياله أكثر من 800 سنة مهد الدولة الموحيدية من بين المنطقة تضم ثالث أكبر صور في العالم اللي هو صور تنودان سأعتقد ما تسلطش عليه الضوء المنطقة تضم ثورات لا مادة كبير جدا يعني وصائل الاجتماعية بحافظات القرآن يعني أكبر أكبر مركز لتحفيض القرآن في العالم يوجد تلك المناطق كل هذه المعطيات وغيرها كثير يعني تجد الكرامة والحفاظ على البعد يعني أنا ما غيرش نديره سنة قبلية جور وهذه كانت إشارة قبل جلالة الملك وهذه كانت إشارة على أن هذه المناطق ترجعك كانت بل أفضل ولكن بنفس النفس والمعطة التاريخي اشتقى في الهوئياتي للإشكال المنطقة حتى بش ما نخدعوش وغدى لمسخ تاريخي أو لمسخ جغرافي أو لمسخ ديمغرافي أو لمسخ عمراني وهذه ركز عليها جلالة الملك إشارة في البلغ مرتين بكزات الأمر الثاني هو أن هذا البرنامج ما فيهش خمس سنوات سنوات ما غير مشيوش بمعنى فيه الاستعجال وهو البلغ تحدث وآشرة لمرحلتين مرحلة الإيواء المؤقت وسترعنا في مساكن مؤقتة تحفظ الكرامة وفيها شروط الحياة الكريمة ومرحلة الثانية هي إعادة الإعمار ولعل الانتباه يعني طرح الطبيعي لاش القرار بيخته جلالة الملك فيه أن تمكن الناس من مساعدة مالية 140 لإعادة إعمار دورهم وما شيء أنهم غير يخرج ويمشي وغنبنيوهم ونجيبوهم وهذه مفارقة قافية كبيرة جدا لبهج جلالة الملك لأولا بيكونوا الناس ترات لا مدي المخزون في الذاكرة للناس في تقافتهم في تقالدهم في عادتهم في العمران لإعادة البناء الجماعي إذا كانت هذا الملحمة الهبة الجماعية في المغرب كاملين فحتى البناء سيكون جماعيا وما سيكون فيه طرف غريب اللي هو بالتالي سيكون السقان لمنطقة هم طرف أساسي في إعادة الإعمار وكأن المساعدة ستقتصر على الشق المادي ولكن ترات الثقافة هذا الأمر الثالث هو إعادة الحياة العامة نتكلم جلالات الملك في البلاغ على المؤسسات العمومية عن الحياة العامة بمعنى الناس الآن كنا نتنسى بقوم ما نعطيهم الدوا والفراش والماكدة بمعنى شروط الوجود الآن الناس محتاجين يرجعون لحياتهم اقتصادية واجتماعية لحياتهم سعيد الخمسة أرجونا تتفضل بالبقاء معنا نشرك أيضا معنا ضيفنا الأستاذ أحمد الخطابي الباحث في التاريخ والتراث مدير فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة وتحرير بتارودانت أستاذ أحمد الخطابي أرحب بك كما ذكرنا ذلك أن العاهل المغربي أيضا وجه باحترام كرامة الساكنة وعاداتهم وأعرافهم وتراثهم ووجه أيضا بأن تكون عملية الإعمار متطابقة أيضا مع متطلبات الخصوصية العمرانية لهذه المناطق ماذا يقتضي ذلك شكرا أستاذ الكريم شكرا لقناة مدير تهدي على الاستداثة وعلى هذه التغطية الاحتراثية المتواصلة منذ ليلة الهزة الأرضية العنيفة التي شهدتها بلادنا أولا نجد التعازين لضحايا عائلات المتوفين وأن تمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين بخصوص تعليمات الملكية الثامية التي خرجت بها اللقاء الذي جمع عجلية الملك واللجنة المعنية لحضور وزراء المعنيين كانت توجيهات واضحة أنه لها طابع استعجالي بخصوص التدخل يواء مؤقت لأسر المنكوبة التي فقدت بيوتها ثم أيضا كما تفضلت استاذ الكاريم في سؤالك أن الحفاظ على الخصوص المحلية نعرف جميعا أن هذه المنطقة منطقة سياحية تجديد عشر مئات سياحة سنويا هذه المنطقة لها عادات لها تقاليد لها أعراف محلية خصوصية أنتروبولوجية سوسيولوجيا لابد من الحفاظ على هذه الخصوصية لأنها جزء من الصحة النفسية لهؤلاء المتضربين يصعب اليوم الحديث على أن ننقل بعض المتضربين إلى أماكن أخرى وغيرها من هذه المقترحات التي ربما هي مطروحة النقاش لكن ربما الساكنة المحلية أو أغلبها ربما مرتبط بشكل وثيق مع هذه الأرض مع أنشطته الفلاحية وباعتبارها أرض الأجداد وبالتالي يصعب إقناع الكثير من الناس إلى أن يطرقوا هذه الأماكن رغم وجودها في قنم الجبال وفي مناطق وعرة ويصعب الوصول إليها إلى أنه لابد من أخذ رأيهم واستشارتهم أو وضع خيارات مختلفة أمامهم ليختارهم ما يريدون جلس المالي كان واضحا الدعم المالي كان دعم صراحة أثلج صدورنا جميعا كمغاربة وأكيد أن المتضررين استقبلوه بصدر رحب أن تكون هناك 30 ألف درهم كمنحة أولية على مدى سنة 2500 درهم لكل شهر ثم أيضا 140 ألف درهم لإصلاح لإعادة بناء المنازل المتضررة كليا ثم 80 ألف دهم لإصلاح البيوت التي تضررت جزئيا هذه صراحة خطوات يعني يرحب بها جميع المغاربة وتثبيت اهتمام صاحب الجلالة بهؤلاء المواطنين المغاربة الأشقاء ووساتهم في هذا المصاب الجلال شكرا لك أحمد خطابي أستاذ سعيد خمسي حينما نتحدث أيضا عن توجيهات العاهل المغربي بخصوص مسألة إعادة الإعمار في هذه المناطق إعادة البناء المنازل المهدمة وتلك التي هدمت جزئيا بسبب الهزة الزلزالية العاهل المغربي أوصى بأن تكون بدفتر تحملات واضح برؤية هندسية بأيضا احترام الخصوصيات العمرانية المتفردة في هذه المناطق هل يعني ذلك أنه أيضا الذين سيبلورون هذه التوجيهات هم أيضا أمام تحدي إبداع بناء مقاوم للزلازل وأيضا يستجيب لمتطلبات الحفاظ على الخصوصية المعمارية في هذه المناطق ننشير إلى أن في 2013 المغربي تخرج وثيقة رسمية اللي هو دليل أعتقد لما أرغبش في اسمية الوثيقة اللي هي وثيقة قانونية اللي هي دليل التعمير المقاوم للزلازل بالمواد التقليدية هذا دليل يعني يخرج في المغربي في 2013 أعتقد بأنه في الجريدة الرسمية سيكون سفر واحد ولا سفر جوش يعني معروف أي واحد دليل في جوجل سيطلع له هذا الأمر بمعنى اللي بريت نقصد هو أن النصوص المؤثرة لعملية البناء التاريخي في المناطق المهددة بزلزال يعني لكن اللي اقتصد فاتقادي بدفتر تحملات واضح دفتر تحملات في المعنى التقني دفتر تحملات أعتقد هذا رأيي شخصي أعتقد يعني فيه ثلاثة الأجزاء فيه جزء مرتبط ما يمكن اسمه وطائق يعني يعني يعبر عنه بوطائق الجزء الثاني اللي فيه يمكن نعبر عليه بتدبير عملية إعادة الإعمار الجزء الثالث اللي فيه يمكن نعبر عليه بصدر تحملات للشروط للمعطيات ترات غير المادية في المنطقة فيما نبدأ بالأمور الإدارية أعتقد بأن الخطر الذي يهدد تنزيلنا كامل لهذا المشروع هو أن ننتحه في عشوائية أو الارتجالية أو بعض الشروكات من بعض الناس اللي ما تحترموش رسول باش منكنوش متاليين وتمسدروا فصنا إلا كان بالأمس على الأقل كان لدينا بلاغين ديال وحدين في تمارا لفرق المساعدات وحولوها لشي ديبو أو واحد مثلا يتحرش بالناس فالأزمات تظهروا هذا النوع باش مكنوش متالين بالتالي العملية تكون طيقة لأن في هذه العملية تتوزيع المساعدات أكيد أنه سيكون الناس اللي بغين يدي ولي مش حقهم أكيد الناس اللي تحسو بأنه مخصوم يدي أكيد أكيد بالتالي العملية التنزيد وهنا غير يجي الدور الكبير بديال السادة الولاة والعمال والرجال السلطة وأعوانهم وأقول في الترسي محمد على أبو الحمار بزاف المرات وأعوانهم العملية مخصوش تكون ميزاجية مخصوش تكون قدع شي هذا لأنه أروع ما ضربوا المغاربة فهذه المأساة هو أنها كانت يعني ثورة وشعب آخر ما كانت فيها زيدات الأمور الأخرى بالتالي هذا النفس وهذه الروح خلال الأسبوع تبقى وتستقر لاحظنا في هذا الأسبوع ما كنا لون واحد لم نكن ألوانا كنا لون واحد وحتى أنا قلت على قناتكم المؤقرة قلت بأن في النهار الثاني قلت يسعب في الميدان تفرق ما بين رجل الأمن ورجل الدار ورجل الجيش بمعنى أن تخلطات ملقى لاختصاص لوله الناس كل شي تيمد هذه الروح وهذه التعبئة تستمر وأعتقد في محمد بأن المفتاح الأساسي للتنزيل السليم لتعليمات جلالة الملك هو السلطات الإقليمية والمحلية ستحمل العب الأكبر في التنظيم هذا الأمر بفتار تحملات ملزمون لأن المعركة تشرتها بذكاء وجميلة هو أنها إبداع المعركة الآن اللي خدمها وهذا قبلها القطرة تدرس الأجهاز هو كانت نموذجا مغربيا صرفا في تدبير الأزمة وهنا جزء من دفاعي أنا أن المغرب تقبل مساعدات تقنية رمزية أقول رمزية يعني من الربعات كانت رمزية وأستر على رمزية وكانت فيها بعد مجاملة أكثر منه بعد ميداني تقني تبتنا أن لنا خبرة في تدبير في استغلال دكائنا الجماعي وحبنا الجماعي البعض اليوم علينا أن نكون أن نجعل بعد سنتين إلى طول الله العمر أن تكون تلك المناطق نموذجا عالميا في إعادة إعمار منطقة ضربها أكبر زلزال منذ مئة سنة وهذا التحدي لكان جلالة من يشيره في البلاغ كل مرة يعني كأنه يعيد يعني كأن البلاغ يعيد الأشياء باش يقول عباد الله رمشي تكتبات فوق غيرها دفتر تحملات في الجانب التقني فيها فيها بعدين أعتقد فيها البناء المضاد للزلازل وهذه خدمة الهندسة المدنية وليزانجينيو للبطن عارمي وما إلى ذلك وفيها الشقة التاني اللي هو دير المعماليين هو أن تتضمن هذه الدفاتر تحملات إعادة بناء البعد التاريخي والثقافي والهويات للمنطقة والأمر الثالث قلت البعد الإداري والأول البعد العمراني ثم الثالث هو البعد ديال التمويل أعتقد أن هذه العجلات ملكه كان أول لمتبرعين يعني مليار درهم في المشروع اللي في المرحلة ديال اللي أشدين خمسين آلف مياوربعين مياور مياوربعين آلف درهم وإدرنا واحدة عامة لقد دام حاجة فقط في البناء مثل البنية بمعنى أن تنظن بنفس السرعة التي تفعلنا بها في أقل من أسبوع كنا أمام مخطط محمد السادس لإعادة إعمار المنطقة أعتقد في مدة وجيزة جدا يعني قد لا تتجوز عشرة أيام سنكون أمام عشرات لمليار الدرهم متوفرة لإمتلاق الأعمال وأعتقد أن ما سنطلق من الآن شكرا لك دكتور سعيد الخمسي رئيس مؤسسة مغرب الجهات على كل هذه التوضيحات على المشاركة أيضا معنا شكرا لك على كل هذه التوضيحات نتمنى لك السلامة في الطريق استوقفناك هذه المدة نذهب إلى أيضا ينضم إلينا اللحظة الأستاذ محمد جدري المحلي الاقتصادي أستاذ محمد جدري تابعت أنه جلسة العمل التي ترأسها العاهلة المغربية الملك محمد السادس أتت في الواقع بإجراءات عملية وأيضا بالتزامات مالية للدولة تجاه الفئات المتضررة هل لك الآن أن تقدر تقريبيا كلفة هذه النظرة وهذا التصور لإعادة الإعمار كم قد يكلف بطبيعة الحال يوم كيف ما كنشوفوه بأن عاهل البلاد يعني يقفوا يعني شخصيا ويشتفوا شخصيا على كل ما يتعلق بأعمالة إعادة الإعمار منذ الجلسة الأولى يوم السبت الماضي بحيث أن وكلفة اللجنة البين الوزارية من أجل تقديم عرض من أجل إعادة الإعمار في المناطق المنكوبة في الأقاليم الخمس سنة المعروفة اليوم كنشوفو بأن ليلة الأمس كان البلاغ للدول الملكي واضحا في ثلاثة الأمور التي هي أساسية ويجب أن نؤكد عليها مات الأخرى الأمر الأول هو أن يعني مؤقتا الدولة المغربية ستقدم منحا لهؤلاء الضحايا المقدرون بتقريبا 51 ألف أسرام يعني وحد 2500 درهم شهريا لمدة سنة لماذا؟ لأن الكل يعرف بأن هذه المساعدات المجتمع المدني وهذه المساعدات يعني بعد أسبوع أسبوعي أو ثلاث أسابيع الكل سيعود إلى عملية الكل سيعود إلى مدينتي وبالتالي يجب أن الناس نحفظوا لهم الكرامة لم يبقوا تسنوا في مساعدته وبالتالي 2500 درهم شهريا يعني كان ديوعة تقريبا تكلفة مالية ما بين مليار ونص وجوجة مليار درهم هذا في كل ما يتعلق بالمساعدات المباشرة كل ما يتعلق يعني بإعادة الإعمار هناك يعني سنفين هناك مجموعة من الأشخاص ليفقدوا الدور ديالهم يعني كليا وبالتالي سيتم إعادة الإعمار درهم من جديد هذا الأمر سيكون 140 درهم لكل أسرة وكذلك بالنسبة للناس اللي تعرضوا جزئيا نتكلم عن 81 ألف درهم هذه الأمور أعتقد بأنها سوف تكلف واحد تكلفة ما بين 1 6 إلى 1 90 مليار ديال الدرهم وبالتالي فقط يعني في هذه المساعدات المباشرة للضحايا كانت تكلم عن 1 10 أو 15 مليار ديال الدرهم بالإضافة أنه بالمقابل عندنا 1 500 يعني مدرسة لتم تدمير ديالها عندنا شبكة النقل ومسالك الطرقية نتكلم عن سبكة الطير الصحي نتكلم عن الماء والقرباء أعتقد بأن تكلفة أخرى يعني ما بين 1 10 أو 15 مليار درهم إضافة وبالتالي يعني يمكن تكلفة إجمالية للواحد ما بين 20 و30 مليار درهم اليوم يعني هناك تدافر للجهود هناك مجهود جماعي من طرف الأفراد والمؤسسات والمجتمع المدني كنشوف بأن اليوم عندنا الحكومة يعني خصصت 1 شهر من أجلات الوزراء عندنا 1 مجموعة المؤسسة الدستورية ساهمت عندنا يعني الموظفين في قطاع العام سيساهمون بأجلات يوم لمدة أشهر بالإضافة إلى مجموعة من المقاولات المواطنة المغربية لغة ساهم دون أن ننسى المساهمات التلقائية للمواطنات والمواطنين في الحساب الخاص دي البنك المغرب بدون كذلك أن ننسى مساهمة مغاربة العالم بالإضافة إلى المساعدات للممكن تجد مجموعة من الدول الصديقة وشقيقة وبالتالي اليوم كنظن بأن يعني كل ما يتعلق بالموايد المالية أعتقد بأن المغرب يعني رفع الريهان إبا الجائحة وجمعنا واحد العدوة المليار الدرهم اليوم كذلك بستطاعتنا أن نجمع نفس المبلغ أو أقل بقليل وبالتالي يعني كنظن بأن هناك من الموايد المالية ما يكفي من أجل إعادة إعمار هؤلاء المساكن في أقرب الآجاء كنظن بأن واحد سنة أو سنتين على أبعد تقدير يمكن أن تعود أمر النصبية وترجع الحياة الاقتصادية والاجتماعية فضل الأمر بالإضافة إلى وقت ثالثة وهي أساسية وهي وكذلك مكلفة ماديا هي اعتبار الأيتام للضحايا للززاة بمكفولية الأمة تلخصوا بمكفولية الأمة سوفروا لهم السكن سوفروا لهم التعليم المجاني وتطبيب المجاني حتى بلوغ سنة الرشد بالإضافة أن هؤلاء الأيتام سيكون لهم حق الأسبقية والأفضلية في وظيفة العمومية كل هذه الأمور مجتمعتهم لها تكلفة مالية مهمة ولكن نظن بأن اليوم المغاربة قاطبة أفراد وجماعات بإمكان يمرفعوا هذا الرهان وتوفير كل الإمكانيات المالية دون أن ننسى بأننا نحن اليوم يعني على أهبة الاستعداد لمشتوعة قانون المالية لستنى المقبلة وكننظر بأن مجموعة من القطاعات الوزارية سوف تأخذ بعين اعتبار هذا المعتدل الكهيت الطبيعي وسوف يتم إعادة أنظر في مجموعة من النفقات والمصاريف لكي تأخذ بعين اعتبار يعني نفقات إضافية كل ما يتعلق بالتجهيز الناقل الكهرباء الطرق الصحة التعليم نظر بأن هذه جميع قطاعات تأخذ بعين اعتبار الأمور بشأننا تكون عندنا ميزانيات خيال السهاتين القادمتين من أجل إعادة إعمار الأقاليم الخمسة المنكوبة شكرا لك محمد جدري أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا نعود لضيفنا من تارودان الأستاذ أحمد الخطابي الباحث في التاريخ والتراث معروف ذلك الرابط القوي بين هذه الساكنة المحلية وأيضا مجالها الجغرافية الذي تعيش فيه ومعروف أيضا تمسكها بنمط عيشها وخصوصيات وأيضا قيم هذه المنطقة الإيجابية جدا الآن ما هي مقاومات إعادة الإعمار من ناحية أيضا التقيد بمقاومات التراث المحلي في العمران أيضا في نمط العيش أيضا في تصور نموذج التنمية في هذه المنطقة صحيح أستاذ الكريم أنه في الوقت الراهن لابد نرحل أولوية للغاية والإنقاذ وبعد ذلك تكون هناك أماكن مؤقتة لأسر المتبررة وبالتالي المنطقة كما سبق ونأثلتنا الذكر أنها منطقة خصوصية سياحية خصوصية تقاسية تاريخية وبالتالي المطلوب الآن هو أن تكون هناك دراسة جيولوجيا دراسة معمقة لأن هذا الزلزال جاء بمعطاء جديد وهو أن هناك خص زلزال هنا بمنطقة الأفضلس الكبير كأن المغاربة جميعا كانوا وكي يشوفوا أن المنطقة الزلزالية في المغرب هي منطقة السواحل الشمالية للمملكة وأيضا منطقة أقادير وبالتالي هذا الزلزال جاء في عطيات جديدة وبالتالي لابد من دراسات في هذا التخصص من أجل استحقق من هذه المناطق من طبقات الأرضية لهذه المناطق التي شاهدها الزلزال قبل أن نبدأ في تشيل البيوت من جديد ولا بد أن يكون تشيل هذه البيوت وإثقاء شروط تضمن السلامة وأيضا تضمن الكرامة لهؤلاء المواطنين المتضررين مع الاحتفاظ بالطبع المحلي الطبع التقليدي من حيث البناء من حيث الهندسة المعمارية من حيث الجواند لكن الأساس هو أن تكون بنايات بأساس قوي تستطيع أن تصمد أمام هذات محتملة أو عوامل طبيعية أخرى كما قلت أن سكان هذه المناطق لهم خصوصيات معينة وبالتالي شاهدنا أيضا هذه الخصوصيات تتجلى في هذه الباجعة شاهدنا مجموعة القرى التي استهدفها الزلزال الآن يتم تنظيم وجبات بشكل جماعي أن النسوة يقومنا بتحضير وجبات سواء الفطور أو الغذاء أو العشاء يتم تحضيرها بشكل جماعي تضامني ويتم تقديمها للسكان نشاهد شكل من أشكال التضامن التي صراحة ألفناها في هذه المناطق أن الناس هنا يتعاملون مع بعضهم البعض كأسرة واحدة كعائلة في الحفلات في الأعراض في الأفراح في الأحزان وبالتالي يصعب أن نغير لهم نمط حياتهم بين عشية وضوحها هذه العوامل كلها وهذه الخصوصيات الأنتروفولوجيا السوسيولوجيا ستتطلب منا البحث عن حلول جد حلول جدرية تضمن هذا التلحم بين هذه الساكنة والتضامن وأيضا نضمن لهم شروط سلامة الصحية في خصوص البنايات أو المنازل التي سيتم تشيدها المستقبل دون أن ننسى أيضا أن المنطقة السياحية يزورها سياح من مختلف أنحاء العالم وبالتالي هذه السياحة تدر مداخل مهمة على المنطقة خاصة الشباب الذين يشتغلون في هذا القطاع أن هذا القطاع يحدث فرص عمل مهمة في هذه المناطق الجبلية وبالتالي لا بد من احتحضار هذا المعطى أو هذا البعد في عملية الإعمار وفي البرابج المستقبلية التي تهم هذه المنطقة السكان في حقيقة الأمر اليوم محتاجين للمأوى وللسكن ولكن ليس السكن فقط فل محتاجين أيضا لاحتفاظ بموردهم احتفاظ بمصادق دخلهم وبالتالي لا بد نستحضار كل هذه المعطيات في البرامج التي ستم تنزيلها في هذه المناطق المنطقة دون أن ننسى البنية التي هي أساتية ومهمة جدا لا بد من تعديد الطرقات إلى هذه المناطق لا بد من إحداث المزيد من المستوصفات الصحية القروية وأيضا تطريب المدارس والمؤسسات العليمية للدواور والقرى التي تبعد عنها هذه المرافق الإدارية وبالتالي نحافظ على هذه المنطقة كما هي لتعود لها الحياة من جديد ولتستمر الحياة شكرا لك أحمد الخطابي البحث في التاريخ وراث بلاغ الدوان الملكي بعد جلسة العمل في القصر الملكي بالرباط التي ترأسها العاهل المغربية الملك محمد السادس هناك عبارة مهمة جدا وأظنها مفتاحية أيضا في فهم السياق الذي يندرج فيه هذه التوجيهات التدابير تهم النسخة الأولى من برنامج إعادة الإيواء التي تم تقديمها بين يدي العاهل المغربي والتي تم إعدادها من قبل اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها بتعليمات ملكية هم نحو 50 ألف مسكن انهارت كليا أو جزئيا عبارة النسخة الأولى من برنامج إعادة الإيواء هذا تعني أنه منظور العاهل المغربي للنهوض بهذه المنطقة وأيضا إعادة إعمارها لربما ستليه أيضا مراحل أخرى في التنمية وأيضا تعاطي مع الساكنة وأيضا إشكالياتها وتداعيات الزلزال أيضا بطبيعة الحال يوم المضامين ذي البلاغ الدول الملكي تحملوا واحد جموعة ملعبات يجب أخذها بعين اعتبارات أعتقد بأن هذه النسخة الأولى من البرنامج الاستعجالي يجب أخذها من معطيين اثنين المعطى الأول هو أن هذه الإحصائيات تبقى إحصائيات مؤقتة نحن ما زلنا يعني باقي مع يعني عايش مع الساكنة وبالتالي من متوقع أن تنهار يعني منزل أخرى يعني خلال الأيام المقبلة أن بقي هناك هذه السئلة اعتدادية وكذلك واحد مجموعة من الدواوير ممكن أن كل ما وصلنا نشليها أو يعني ما زل ما عدد وحد تقييم له وأساسه وبالتالي من يمكن نقوله النسخة الأولى من خمسين ألف مسكن فهذه تبقى حصيلة يعني مؤقتة يعني يمكن أنها تتفع خلال الأيام القليلة المقبلة والأمر الثاني هو أن هذه السئلة الأولى وهذا عرض استعجالي من أجل يعني الإجابة على متطلبات مجموعة من هذه السئلة باسمة الضحايا اليوم الضحايا همهم الأول هو توفير سكن مؤقت هو توفير يعني المواد الغدائية وكذلك كل ما يتعلق بالملابس هذه الأموم تكفلت بها الدولة المغربية وتتكفل بها كذلك عن طريق من حم المباشرة وكذلك إجابة في كل ما يتعلق بإعالة يعني البناء دون أن ننسى بأن هذه المنطقة يمكن أن تكون هناك مسخة تانية من هذا المشروع من أجل يعني إعطائها واحد طابع يعني للتنمية لكل ما يتعلق بالسياحة الصناعة التقليدية تعاونية النسائية لخلق واحد مجموعة من فواص الشغل بنسبة لأبناء المنطقة ويعنم ربطراتي النافع يمكن لهذا الزلزل أن يكون يعنم يعني أفواص الشغل كذلك أنهم يعني خلال السنوات القاية المقبلة تكون واحد الوجهة السياحية المجموعة من الناس لأن كان عارفوا بأن هذه الأمور يمكن أن تقعوا وبالتالي اليوم يجب أن نأخذ بعين اعتبار بلغ الدول الملكي في شقه الأول كل ما يتعلق به النسخة الأولى في منظورين اثنين المنظور الأول هو أن هذه الإحصائية تبقى إحصائية مؤقتة وهذا العرض الحكومي يبقى عارفا حكوميا استعجاليا يمكن تحينه وتجويده خلال الأشهر القاية القادمة مع كل ما تتضلب لأن البلغ الدول الملكي تكلم عن أمرين أساسيين تكلم عن الإنصات وعن الإنصاف وبالتالي فإن هؤلاء الدحايا يجب الاستماع إليهم ويجب أن يكون إنصاف بين مختلف الأقاليم الخمس متضررة وبالتالي كل الدواوير يجب أن تستفيد من الدعم ومن إعادة الإعمار بنفس الطريقة دون أن تكون هناك تفاوض ومجالية ما بين الحوز والشيشاوة وورززات ويعني كذلك يعني تلودانت بإضافة إلى كل المنطقة متضررة أعتقد بأن هناك أمور يعني يجب أخذه باعتبار وهذا يبين بأن الدولة المغربية منذ الساعات الأولى بعد الزيزال قامت بتسخير كل الإمكانيات من قوات مسلحة ملكية من أمين وطنية ودرك ملكي وقوات مساعدة وكذلك يعني الوقاية المدنية دون أن ننسى المجهود الكبير الذي قام به المجتمع المدني من أفراد وجماعات لأنه خفف نوع الميام من الضغط وساعد في يعني إصار مجموعة من المساعدة لهؤلاء الضحايا دون أن ننسى بأن اليوم الدولة المغربية سوف تأخذ الأمور يعني يعني بزمامها مرات الأخرى لكي تقوم بتنزيل هذا البرنامج الاستعجالي خلال الأشهر القاية المقبلة أعتقد بأن سنة 2024 وسنة 2025 ستكون مفصلية بالنسبة لضحايا زلزان الحوز وسوف تعود المنطقة إلى حياتها السوسة اقتصادية خلال القادم من الأشهر بإذن الله تعالى محمد جدري المحل الاقتصادي من الرباط شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات نشكر أيضا ضيوفنا الأستاذ أحمد الخطابي البحث في التاريخ والتراث قبل ذلك نشكر أيضا الأستاذ سعيد الخمسي رئيس مؤسسة مغرب الجهات وأيضا نشكر شبكة موفدين إلى إقليم ترودانت وشيشاوة ومرأك شكرا جزيلا لكم مشاهدين الكرام على المتابعة بإمكانكم العودة إلى هذه الحلقة والاقتلاع على المزيد من الأخبار على موقعنا الإلكتروني ميديانتيبي دوت كوم شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء شكرا